نشر الموقع الرسمي لتلفزيون سوريا نشر تحقيقا خاصا عن تفشي ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام بسبب الفقر والحاجة وقد أظهرت الصور الواردة من دمشق إعلانات طرقية بشأن بيع الكلا وقرنيات العين وأجزاء من الطحال والكبد والأوردة وغيرها من أعضاء بشرية في قصتنا التالية سنتابع معكم بعض التفاصيل ثم نستكملها مع ضيفنا لتوضيح كثير من هذه الحقائق وخفايا هذه التجارة السوداء يقول الشاعر العراقي الشهير عبد الرزاق عبد الواحد قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم هذا في العراقي أيام الحصار الخانق الذي استمر لسنوات لكن هل سمعت بمن يبيع جزءا من جسده ليأكل؟ وجدت هذه الظاهرة وانتشرت بكثرة في سوريا في الآوينة الأخيرة والله عرض كليكي للبيع السبب كل الناس تعمل في السبب ليش؟ لأن الإنسان يريد أن يبيعها مثل إيش؟ يعني متراهي؟ ما أنه متراهي؟ جوعان بالعرب الفصيح جوعان يبرر هذا الرجل بيع كليته بالجوع وما هو إلا واحد من آلاف السوريين الذين يقدمون العرض نفسه بحثا عن لقمة العيش تحقيق صحفي لموقع تلفزيون سوريا يتحدث عن انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يعرضون كلاهم للبيع ففي شوارع العاصمة دمشق وباقي مدن سيطرة النظام تنتشر ملصقات يطلب فيها متبرعون بكلا من زمر دم معينة وأرقام للتواصل مع طالب الكلية بشكل علني في التحقيق الذي أجريناه اكتشفنا أن تجارة الأعضاء لا تقتصر على بيع وشراء الكلا بل هناك من يبحث عن قرنية عين أو جزء من الكبد أو الطحال أو خصية أو أوردة حيث يستطيع المتبرع إكمال حياته رغم تبرعه بتلك الأعضاء أما سوق العمل فهو مواقع التواصل الاجتماعي إذ يلجأ معظم الراغبين ببيع أو شراء الأعضاء للإعلان عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سري بينما بات آخرون يتاجرون بأعضائهم علنا بلا خوف لشدة فقرهم ما نشره موقع تلفزيون سوريا أكده الطبيب الاختصاصي في جراحة الكلا عمار الراعي حيث تحدث عن ورود اتصالات كثيرة من أشخاص وحتى من إناث يرغبون بعرض كليتهم للبيع في مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أنه في كل يوم تأتيه اتصالات بهذا الخصوص موضحا أن الأرقام تضاعفت خلال السنتين الماضيتين حول هذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الصحفي باسل إبراهيم باسل مساء الخير يعني إلى أي حد وصلنا إلى إلى أي حد بات الوضع سيئا حتى وصلنا إلى هذا الحال حتى وصلنا إلى أن السوريين يقومون ببيع أعضائهم على كل حال ما هو حجم تفشي هذه الظاهرة بداية برأيك بداية تحياتي لك همام ولي أسادة مشاهدي تلفزيون سوريا صراحة يعني إعلان النظام قبل أيام عن تفشي ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في مناطق سيطرتين يعني ربما جاءت متأخرة هذه المهنة التي بات يمتهنها السماسرة من قوات النظام يعني وعصابات يتعاملون مع ميليشيات إيرانية وعلى رأسهم ميليشيا حزب الله وخاصة في الجنوب السوري إن كان في دمشق حيث العيادات المنتشرة بكثرة في مناطق متعددة وأيضا طرق التهريب من السويدة وأيضا ريف حمص الغربي وأيضا هناك بعض السماسرة أيضا يعملون في ريف حمص الشمالي طبعا هذه الظاهرة يعني كما ذكر تقريركم انتشر مؤخرا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عفوا يعني مهنة تجارة الأعضاء البشرية يعني كما ذكرت لك غالبا ما يقودها تجار وسماسرة يتبعون للعصابات المنظمة يعني هنا يجب التركيز على هذا المصطلح حصابات منظمة يعملون ضمن أرقام يعني وهمية أرقام إن كانت أمريكية أو روسية أو إلى ما هنالك عبر واتس أب يعني يأتي وهذه العصابات جميعها مرتبطة بشكل مباشر بميليشيات إيرانية منها ميليشي حزب الله تماما والأجهزة الأمنية الموجودة فيه تماما همام يعني مثلا في السويداء هناك الأمن العسكري وأيضا هناك يتعامل مع المشفى الوطني في السويداء يعني بشكل خاص هناك ممرضين وممرضات يتعاملون مع عناصر سماسرة أيضا يتعاملون على رأسهم المدعو مرعي رويشد الرمثان وهو من البدو في بادية السويداء والذي يتبع لميليشي حزب الله وهو صلة الوصل ما بين الأمن العسكري تحديدا في مدينة السويداء وأيضا ميليشي حزب الله ويتم تهريب هذه العضاء إلى خارج البلاد يعني ضعني إلى أذكر إلى أين يتم تهريبها ومن ثم يتم بيع العضاء في دول متعددة ولكن بالتحديد يتم تهريب معظم العضاء البشرية إلى لبنان عن طريق ميليشي حزب الله يعني هذا الأمر ظاهرة الفقر نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي في عموم مناطق سيطرة النظام يعني كما ذكرتم دفع الكثير الاستغناء عن أحد أعضائهم للحصول على المال يعني ما أتاح الفرصة لهؤلاء التجار كي يكثفوا نشاطهم خلال العامين الماضيين سنتي على الأسباب باسل ولكن قبل ذلك أين ترتفع نسبة هذه الظاهرة وأين تنخفض في المناطق السورية ترتفع بكثرة يعني كما ذكرت منذ بداية هذا العام وحتى يومنا هذا في مدينة السويداء وأيضا في مدينة دمشق لو أذكر لك بعض الحوادث نحن تكلمنا مع الشاب من مدينة السويداء نشر أعلان عبر جروب فيسبوك أنه أريد أن يبيع كلته ففعلا إجاء اتصال عبر واتس أب من أحد الممرضين في المشفى الوطني بالسويداء وهي ممرضة فعطته موعد تعال عمول التحاليل طبية في المشفى ونحن رح نعطيك حق الكلية طبعا إعلان بيع كلية نحن رح نعطيك حق الكلية 3000 دولار وممكن هذا المبلغ يزيد للـ 4500 دولار ففعلا الرجل ما كذب خبر وراح إلى المشفى عمل التحاليل بعد يومين ثلاثة طلعوا نتيجة التحاليل والأنسجة ممكن هي متوافقة معهم والكلية سليمة فقالوا له بديك تروح على مدينة دمشق في أحد شوارع مدينة دمشق في سيارة حتى ذكرنا نوع السيارة والشخص كان اللي أخذوا كان على أساس اسمه مهند فأخذوا بالسيارة على عيادة يعني تفتقر لأدنى مقاومات الحماية الطبية يعني عيادة عادية إذن تتم عملية سحب الأعضاء بالخفاء وليست بشكل رسمي ولكن من يقوم بالتنسيق ومن يدير ومن ينسخ لشراء هذه العضاء هم موظفون لدى النظام يعني تقول لنا ممرضة في المشفى الوطني بالسويداء هي من قامت بالاتصال بهذا الشعب دعني أذكر لك هذه النقطة المهمة الكثير من الذين يبيعون أعضاؤهم يتعرضون لمحاولات النصب أو لحتى النصب يعني هم يأخذون نصف المبلغ ومن ثم يعيدونهم بعد العملية هناك النصف الآخر من المبلغ يعني كما حصل مع الشاهد الذي تحدثنا معه من مدينة السويداء عطوه 1500 دولار بعد العملية حطوه ببيت مهجور في غطط دمشق الشرقية ومن ثم تركوه قالوا له روح هاي أجار تاكسي يعني هو ما معه أجار تاكسي حتى عطوه 1500 دولار قبل ما يطلع من السويداء هو حط عند أهله وطلع يعني ما معه أجار سيارة حتى فشلفوا ببيت مهجور قالوا له خلص يومين ثلاثين نحن منرجع من حكيك ومنعطيك بقية المبلغ ومثل ما بيقولوا بالعامية هذا ويتش الضغف يعني ما في أي ردود منهم وبعدين فقد الأمل بعد شهرين أو ثلاثة فقد الأمل راح للعيادة وراح لسأل عن الدكتور وكذا فهي عيادات بتتم تنقل من مكان إلى مكان كل عملية أو عملتين أو ثلاثة بيسوهم بعيادة وبينتقلوا إلى أخرى طبعا هذه الظاهرة كمان تنتشر في ريف حمص الغربي كذلك الأمر هناك يوجد عيادات وخاصة في مدينة القصير التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله وأيضا من القرى المجاورة لهذه المدينة طبعا يأتون بالمتبرعين نتيجة الأحوال الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس للمال يعني الفقر الشديد كما نرى بالتقارير التي ترد من مناطق سيطرة النظام يعني الناس بحاجة كبيرة يعني كما رأينا بالصور قبل قليل بتقريركم هناك الكثير من أعلانات يعني بدأت بالشوارع وهذا يعاقب عليها القانون كما ذكر النظام سنتوسع فيما تقول باسل سنتوسع في أسباب انتشار هذه الظاهرة ولكن قبل ذلك تقول الأمم المتحدة أن 90% من السوريين باتوا تحت خط الفقر ويبدو أن الأرقام مرشحة للازديات في ظل التدهور المعيشي الحاصل وعدم وجود أي خطة اقتصادية لدى النظام لوقف هذا السقوط في نهاية العام الفائت قدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% إلا أن كثيرا منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة وإيصالها بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم بكرامة أما برنامج الأغذية العالمي فأوضح أن نحو 84% من المواطنين السوريكين يعانون من انعدام الأمن الغذائي مشيرا إلى تدهور الوضع بشكل خطير فيما أوردت البيانات أن قرابة 12 مليون ونصف المليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي كما أن أكثر من مليوني وربع المليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد نعود إليك باسل مما خلص إليها التقرير ومما كنت تتحدث به أسباب لجوء الناس لبيع أعضائهم ما الذي يدفعهم إلى هذه الخطوة برأيك؟ كما ذكرت الأمم المتحدة بالتحديد هي حالات الفقر الشديدة والأوضاع الاقتصادية المتردية وكما نرى بالأمس خرجت صور من معقل النظام من مدينتي طرطوس وجبلة يعني هناك يحاول النظام يعني بعد التهدئة العسكرية ويعني بدء يعني وضع يده بشكل كامل أمنيا على حتى مناطق سيطرته يعني إذلال الموالي له وخاصة من أبناء طائفته يعني الفقر الشديد الكبير يعني ترى التوابير الكبيرة على أبواب الجمعيات الخيرية وخاصة الهلال الأحمر ترى موظفي الهلال هم يعني يصرخون بالناس ويبعدوهم عن البوابة أيضا يعني هناك راتب الشخص الواحد يعني سبعين أو ثمانين ألف ليرة وهذا إن كان موظفا ولديه راتب سابت من قبل حكومة النظام فما بالك به الذي يعمل عاملا يعني بيشتغل يوم ويقعد أربع أو خمسة أيام ما بيشتغل وبيقعد ممكن أسبوع وخاصة يعني في ظل انعدام الخدمات الأساسية وأم والماء والكهرباء هناك الكثير من أصحاب المحالة التجارية تغلق محالها يعني من خلال ساعتين أو ثلاثة وبتروح على بيتها ما في لا كهرباء ولا مي وخاصة يعني لو نظرنا إلى شوارع أو أسواق المدن التي يسيطر عليها نظام الأسد لرأينا النساء بدأت تنتشر بالشوارع على البسطات لماذا تخرج النساء والأطفال والرجال والشبال للعمل وحتى يعني بنبش القمامة ويعني جمع ما يمكن بيعه من الشوارع والمكبات القمامة نتيجة الفقر يعني بيقولك أنه 1500 دولار أو 2000 دولار أو 3000 دولار أنا ممكن أني أنا بيع جزء من جسدي لحتى أنا ممكن أني أنا أعيش ستة شهور أو سبع شهور أو حتى سنة ممكن أني أنا أضي فيها سنة فهذا الشيء يعني النظام بيحط للناس أمام يعني خيارات ضيقة جدا فأما الهجرة كما رأينا في العام الماضي يعني هناك بشكل كبير هجرة المدنيين والسكان بشكل عام من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق متعددة مثل مصر وغيرها وأيضا أما البقاء في مناطق سيطرة النظام ومواجهة هذا الفقر بيب تماما مواجهة هذا الفقر أو الحرب يعني زجهم ضمن ميليشياته أخيرا يعني القضاء عليهم يعني أما الموت جوعا أو الموت على جبهات القتال ضمن الميليشيات التي تقاتل إلى صفه نعم أخيرا أود السؤال نحن أمام ماذا في حال لم يتحرك النظام لمعالجة لمعالجة هذه الظاهرة المتفشية منه لا يستطيع التحرك أصلا والأمور خارجة عن سيطرته وبيد أولئك الميليشيات المنتشرة في الشوارع السورية هو صراحة يعني النظام لا يستطيع إلا يعني بسن القرارات أو إصدار إصدار القرارات والإعلانات وإلى ما هناك يعني للحديث عن ظاهرة معينة مثل الحديث عن ظاهرة بيع الغضاء البشرية ولكن النظام هو من يساعد يعني كيف يحد من هذه الظاهرة وهو يساعد في نشر هذه الظاهرة بشكل كبير يعني لو كان النظام يريد الحد من هذه الظاهرة لمنع الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى يعني لم يستطع على وسائل التواصل الاجتماعي منعها من الطرقات والملصقات التي نراها هو على وسائل التواصل يعني سن قانون الجريمة الالكترونية لمن ينال من هيبة الدولة بين كوتيشن ولكنه ليس مستعدا لإصدار قانون يمنع فيها هذه التجارة تماما تماما همام يعني الناس يعني عايشين ونشر أي يعني إعلان لبيع الأعضاء البشرية هو مثل إعلان بيع السيارات أو العقارات يعني كأنها أمر طبيعي يعني بات الأمر أمرا طبيعيا يعني عناصر النظام وسماسرتهم من يتواصلون مع الناس ويقولون لهم تعال على المشفى أو على العيادة كذا لفحص الأنسجة ولفحص الدم وكذا وكذا فالنظام هو من يساعد يعني على هذه وإن كان يريد الحد منها فلا يستطيع الآن يعني بعد ست أو سبع سنوات من تفشي هذه الظاهرة يعني أصبح الأمر صعبا جدا بالنسبة له يعني إن كان يعني بإنكوتيشن إن كان يريد الحد من هذه الظاهرة فهذه الظاهرة مرتبطة بميليشيات إيران وبسماسرهم أقوى من قوات النظام في المناطق التي يسيطر عليها شكرا جزيلا لك الصحفي باسل إبراهيم كنت معنا من غازري عن تأبا شكرا جزيلا لك شكرا